احتفالية سفارة المملكة في تونس باليوم الوطني صورة ثمانية وثمانين عاماً من الإنجازات حققتها المملكة على المستوى الداخلي في جميع المجالات وترتكز عليها لبناء مستقبل مواعد وفق رؤية عشرين ثلاثين وتتباهى المملكة اليوم بين الأمم بكونها رائدة في تحقيق السلم والأمن في المنطقة العربية والعالم والقضاء على الإرهاب وهي إلى ذلك أكبر داعم للمشاريع الإنسانية في العالم المملكة هي الأولى عالمياً في دعم المشاريع الإنسانية قدمت ما يزيد على ثلاثين مريال درار في دعم أكثر من ألف مشروع إنساني في العالم على مدى السنوات الماضية بكل تأكيد وجمعت احتفالية سفارة المملكة في تونس باليوم الوطني عدداً كبيراً من أعضاء الحكومة التونسية والشخصيات الوطنية والرجال الثقافة والإعلام والسفراء وكانت مناسبةً أشهد فيها الحضور بمكتسبات المملكة وبدورها الفاعل والناجع على الساحتين الإقليمية والعالمية وبضخامة العمل الذي تقوم به في رعاية البقاع المقدسة وخدمة المسلمين لا بد لي أن أهني كذلك الإخوة في المملكة العربية الشقيقة على نجاح موسم الحج والجميع يعرف أن ما توفر هو بفضل الإرادة وبفضل المجهود والاستثمارات المتواصلة التي تقوم بها المملكة خدمةً للمسلمين وخدمةً للإسلام وعبرت الجالية السعودية المقيمة في تونس في أجواء احتفالية عن فخرها واعتزازها بالمنجز الكبير الذي يتحقق كل يوم في المملكة ما يزيدها مناعةً وازدهاراً ويعلي مكانتها بين الأمم بهذه المناسبة أرفع باسمي وباسم منسوب سفارة خادم الحرمين الشريفين وباسم المواطنين السعوديين المقيمين في تونس أسمى آيات التهنية لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والسمو ولي عهده الأمين أكدت احتفالية سفارة خادم الحرمين الشريفين في تونس باليوم الوطني أن المملكة تستوعب المستقبل في رؤية حكيمة وأن نظرتها إلى العالم تجمع معاني الأمن والأمان والتقدم بعد كل يوم وطني تنطلق المملكة نحو مزيد من الإنجازات فخورة بمكتسباتها متطلعة نحو الأفضل خاد نجاح الإخبارية تونس